مناسبة كمان تولي اللواء محمد الشيخ وزارة التموين رسميا وادى اليمين النهاردة امام الرئيس عبدالفتاح السيسي وبما ان هذا الرجل زو خلفية عسكرية الناس منتظر ايه من وزير التموين الجديد وده يمكن سؤالنا اللي بنتراحه على حضراتكم عايزين ايه من وزير التموين الجديد شايفين تولي وزارة التموين يتولها شخصية خدمت في القوات المسلحة له خلفية عسكرية شايفين هذا الامر ازاي كحضراتكم المعنين بهذا الموضوع ما فيش بيت النهاردة ملهوش علاقة بالتموين التموين يعني وزير التموين اللي جاي بيتعامل مع تسعين مليون مواطن كل المصريين النهاردة يتكلموا عن وزير التموين هل رأيكم هذا الامر امر كويس ولا لا خبراته السابقة في القوات المسلحة امدادوا تموين خدمة عامة غيره غيره ده بيؤاهله لهذا المنصب اختيار وزير لوزارة حساسة جدا انا عايز اقول لحضراتكم وزارة من اصعب الوزارات وزارة التموين اي حد النهاردة ما في بيت النهاردة ما بتعاملش مع وزارة التموين عشان كده ده سؤالنا لحضراتكم ناخد رأي حضراتكم رسائل واتصالات يعني نفتح بعد شوية الاتصالات كمان تقولولنا هذا الرأي وهل ده ممكن بعد كده بعد كده اذا الامر يعني ربنا يوفق يا رب ان شاء الله والتفاؤل اللي موجود عند الناس كتير جدا عن هذا الوزير وتوليه هذه الوزارة الصعبة ان ممكن بعض الوزارات ايضا اللي فيها مشاكل يحصل كده ولا لا حضراتكم اللي هتقولوا مش رأيي يعني انا اسمع حضراتكم بعد شوية واخد اتصالاتكم ورسائل حضراتكم